بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم على الاكتيبيتي ستيبس. الاكتيبيتي ستيبس هي خطوات او انشطة فرعية بقدر ان انا اضيفها للنشاط بحيث اخلي البرنامج من خلالها يحسب نسبة الانجاز للنشاط الكل. طيب عشان ابدأ اشتغل بالستيبس محتاج ان انا اروح عند البروجيكت نفسه. ومن التاب بوتون كالكوليشنز افعل الاختيار اكتيبيتي بيرسن كومبليت بيزد اون اكتيبيتي ستيبس. وهرجع على الاكتيبيتي اللي هعمل له ستيبس لازم تكون البرسن كومبليت طيب بتاعته اختارها ان هي فيزيكال فياجي هنا واختارها فيزيكال سواء من هنا او من العمود لو انا عمل له ازهار. طيب نبدأ بقى نروح للتاب بوتون بتاع الستيبس. وانا واقف على الاكتيبيتي ده. ويا اما يكون عندي جهزة يا اما ان انا هعمل التمبلت بنفسه. هل ان الستيبس اللي بتنزل عندي. كل واحد فيهم واخد ويت معين. الويت ده مكتوب واحد 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 واحد. وبالتالي البرسن تاعت الويت او بتاعت الستيب نفسه بتبقى 25 في المية. لو انا جيت قلت ان الكونكريت ده يستاهل خمسة مش واش واحد. والآآ ممكن ان هو ياخد اتنين. والفورم ورك واحد. خليها اتنين برضو. وواحد. كده هلاقي ان نسب الانجاز بدأت تتوزع. هو طبعا اتنين واتنين اربعة وخمسة تسعة تسعة واحد عشر. فالقي ان دي عشرة في المية اللي هي واحد من اصل عشرة. دي خمسين في المية دي عشرين دي عشرين وهكذا. اقدر بقى ان انا ايه? اغير بالشكل اللي انا عايزه. ممكن اخلي دي سبعة. اخلي دي اربعة. اخلي الفورم ورك اتنين. اخلي دي واحد. هو هيحسب لي اوتوماتيك البرسنت ويت او الويت بيرسنت بتاعت كل جزء منهم. طيب واعطيني الستيب بيرسنت كمبليت ده لو انا بدأت ان انا اعمل بروغرس عليها. طيب قبل ما نعمل بروغرس كلينا نحفظ التمبلت دي. كليك يمين واختار كريا التمبلت. وهي اسميها مثلا. كونكليت سلاب. عشان اقدر استخدمها بعد كده. هبدأ اعمل على النشاط. ما ينفعش ان انا ابدأ على طول هنا. لا انا هيجي على النشاط نفسه. وهيجي عند الستيطس واقول له في موعده. ما فيش مشكلة. طيب وخلينا ناخد برضو ايه? النشاط التاني انه هو في المعاد بتاعه. وهيجي عند الستيبس. وهيجي هنا هقول له. من الفورم وارك. هي بس اللي خلصت. والرينفورسمينت خلص منها خمستاشر في المية. وهبدأ اعمل على يوم تلاتين سبتمبر. وهيجي بص على النسب. هلاقي النسبة هنا الفيزيكل بدأت تتحسب. اتحسبت منين تمنتاشر سبعة وخمسين. هلتحسبت من الديوريشن دي? عن الديوريشن هلاقي ان هي العشرين والريمينج عشرة. يعني خلص ما يعادل عشرة. عشرة من عشرين يعني خلص خمسين في المية. فهلاقي خمسين في المية ديوريشن بيرسنت كومبليت. اما الفيزيكل هلاقي ها تمنتاشر سبعة وخمسين من مية. حسبها منين? حسبها من الستيبس. لان دي اربعتاشر وتلاتة. ودي خلصت خمستاشر. خلينا نحط نسبة تتحسب. خلينا نقول كلها كومبليت تتحدي. مية في المية. فهنلاقي تمانية وعشرين زائد الاربعتاشر. هيطلع مجموعهم الاتنين واربعين فاصل ستة وتمانين اللي موجودة عندي. طبعا هو مقرب هنا الكثور العشرية. فبالتالي هو بيحسب الفيزيكل من اللي اللي عندي. لدرجة ان انا لو جيت قلت له كلهم كومبليت. هلاقي ان هو حسبلي الفيزيكل بيرسنت كومبليت مية في المية بالرغم من ديوريشن ماشية في اتجاه تاني. طبعا البرفورمانس بيرسنت كومبليت. هتسحب المرادي من الفيزيكل لان نوع النشاط فيزيكل. طيب تعالوا نعمل نفس الحكاية على الديوريشن. او على النشاط البرسنت طيب بتاعته تعتبر ديوريشن. هاجي هنا واقول له اد فروم تيمبلت. واختار كونكريت سلاب اللي انا لسه ضعيفها من شوية. وهاجي هعمل ابديت عليها. كده انا باشتغل في النشاط ايه? مش في الكونكريت سلاب. هعمل كومبليت. هلاقي ان الفيزيكل بيرسنت كومبليت بتاعتها بيت مية في المية. لكن البرفورمانس عشرين لانه هو اخد من الديوريشن بيرسنت كومبليت. والديوريشن محسوة من هنا من الستيطس. كان مدته خمستاشر فاضل اتناشر يعني خلص تلات. تلاتة من الخمستاشر اللي هي العشرين في المية. طيب لو انا حبيت ان انا اعمل كتمبلت. احنا كنا قلنا طريقة ان انا عملت وهاجي هنا سيبها انها تيمبلت كريب تيمبلت. طيب انا عايز اعمل تيمبلت قبل ما ابدأ ان انا اعمل انشطة. هاجي على انتربرايز واختار اكتيبتي ستيب تيمبلت. لما بضغط عليها بيطلع لي هنا الخاص باكتيبتي ستيبس تيمبلت. ممكن انا اقول له اد تيمبلت معينة. لمسلا ممكن نسميها فينش وورك او ممكن نسميها بينتينج. وابدأ بقى جواها ان انا اضيف اكتر من ستيب. ستيب للمعجون. ستيب للطبطين. ستيب للدهانات الوش الاول والتاني وهكذا. ممكن انا في كل ان انا اكتب الشرح بتاعها. مجرد ما هعمل هنا هبدأ اكتب الكلام اللي انا عايزه. واوكي هيتسايف عندي في الجزء ده. وبكده نبقى اتعرفنا على الاكتيبتي ستيبس.